يوم جديد وتحدي آخر من محطات السباق الصحراوية المنظمة بمدينة الداخلة محطة اليوم قطع مسافة 20 كم بين ركوب على الدرجات الهوائية والجرية على الرمال فهل استطاعت المشاركات الانتصار لأهدافهن النبيلة؟ فأنا جيت سريوم صديقة دياري جيناك نجريه باش ندعمه الجمعية لدي الهدف ديارها كتبحث على تمويل ديال الصور بناء الصور ومرافق صحية للأطفال في واحد من دراسة في القرية فكانت هذه ما يمكنش أنه إنسان يدير رياضة وعنده الحمدولة مقدرة باش يدير بحال هذه ما يمكنش يخذي هاد العمل رسالتي للمرأة أنها تكون قوية وتخرج طاقة ديالها وتحدى الصعاب وتقدر تخرج شي حوج ليها ما مكتشفه همش المنافسة لم تكن سهلة بين المشاركات خصوصا في جو مشمس صحراوية وصعوبة الجري على فيمال لينتقن بعد ذلك إلى الصعود إلى هذه القمة بحثا عن رموز مخبأة بإحكام ثم العودة وركوبة الدراجات ثانية والاتجاه إلى نقطة الوصول نهار كامل دوزنا عشرين كيلومتر ديال الجراء والتسلوق والبسيكليت المهم هو أننا وشفنا المنادر خلابة زوينين بزاف ونحن نواجدين لنشاء الله في الكورس المشاركة ديالنا اليوم كانت تحدي والحمد لله توصلنا له ونريد أن نساء كاملين مشاركين في هذه المسابقة لا يمكنك وأنت تتابع مجريات السباق إلا أن ترفع قبعتك احتراما للمشاركات اللواتي أظهرن قدرات عالية على مجابهة التحديات ترجمة نانسي قنقر